جسر الموت يحصد أرواحا جديدة من هنا على جسر الخضراء المتهالك سقطت سيارة امرأة مع طفلتيها وابن شقيقتها المرأة واحدة بناتها تعرضت لإصابات بالغة فيما توفيت بنتها الثانية مع ابن شقيقتها حسين والد حسين لم يستفق من هول الصدمة بعد ويتحدث بصعوبة عما حصل ما لحقيت فيه لقيتها بس اللاجئ متوفيها وبتغطي لا بس مكسرت بنتها الثانية مكسرة وهي مكسرة بعد الحادثة المبجعة بدأت الجهات الحكومية برمي المسئولية عن اصطاح الجسر ككرة طائرة بينها في موقف غريب أمانة بغداد أصدرت بياناً تحمل فيه وزارة الأعمار والإسكان المسئولية فيما رمت الوزارة كرة المسئولية على الأمانة بموجب قانون الطرق والجسور هي الجسور اللي عابرة لنا هي ضمن مسئولية وزارة الأعمار والإسكان بالإضافة للطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات أما الطرق الداخلية داخل المحافظة هي بكل تأكيد من مسئولية أمانة بغداد لسنا هنا بصدد تخاذف المسئوليات لكن ما مكلفين نحن بصيانة هذا الجسر وإلا حال ما تكلف وزارة الأعمار والإسكان بصيانة وإدامة أي منشأ موجود وانذكرت لك حتى مشاريع فق اختناقات تم تكليف الوزارة بالعمل بها ومع رمي المسئولية بين الجهات الحكومية تتواصل مجازر الموت الجماعي على بعض الطرق والجسور غير المؤهلة في عموم بغداد رغم التعدد المناشدات والمطالبات منذ سنوات ولكن دون جدوة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنع